تواصل تركيا نقل آلاف الأفواج من المرتزقة إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات حكومة السراج ولم يعود اهتمام تركيا بالمرتزقة السوريين فقط بل تجاوزت ذلك لتجلب المقاتلين من مختلف الجنسيات والأعمار المرصيد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن ارتفاع عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا ليصل الغدد إلى سبعة عشر ألفا مشيرا أن تركيا نقلت ألفين وخمسمائة تونسي للقتال في ليبيا وكان المرصيد قد كشف مؤخرا عن تواجد نحو ثلاثمائة طفل تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشر والثامنة عشر عاما جرى تجنيدهم ونقلهم إلى ليبيا وأكد المرصيد السوري أن الهدف الأساسي لأردغان هو السيطرة على مناطق النفط وعلى رأسها سرط وكذلك زعزعة أمن المنطقة في إطار دعمه للميليشيات الإرهابية والخارجة عن القانون التابعة لحكومة السراج تحت مزاعم حماية مصالحه جلب المرتزقة بهذه الأعداد الهائلة والتي تغطي حكومة السراج نفقات ارتزاقها يراه مراقبون انهاكا للخزانة الليبية وتوطيد موضع قدم لهؤلاء المرتزقة الذين لن تستطيع حكومة السراج السيطرة عليهم في حال خرجوا عن طوعها